أعتقد أنكم على دراية بفكرة ضرب المصوفة في المتجه إلى حد ما وسأثبت لكم في هذا الفيديو الآن أن حصل ضرب المصوفة في المتجه مكافئ لدالة تحويل خطية لذا دعنا نفترض أن لدينا هنا مصوفة ما ولتكون A مثلا وتتكون من المتجهات العمود عبارة عن V1 V2 وصولا إلى Vn وبما أن لهذه المصوفة N من الأعمدة فسيكون لها M من الصفوف أي أنها عبارة عن مصوفة M في N ولنقول أنني سأعرف دالة التحويل T من Rn إلى Rm وهذا عبارة عن المجال أي أنه بإمكاني أخذ أي متجه من المجموعة Rn وأحوله إلى متجه آخر في المجموعة Rm من خلال دالة التحويل وبالتالي سيكون ناتج تطبيق دالة التحويل على المتجه أي ناتج تطبيق دالة التحويل T على المتجه X الذي ينتمي إلى المجموعة Rn يساوي المصوفة A الموجودة في الأعلى وكما ترون أحاول أن أبرزها بوضوح ومرة أخرى نجد تطبيق دالة التحويل T على المتجه X يساوي المصوفة A مضروبة في المتجه X وربما يتبادل إلى ذهنك الآن أن دالة التحويل تبدو غير مألوفة مقارنة مع الدول التي اعتدنا على تعريفها حتى الآن حسناً في هذه الحالة أول ما أريده منكم هو أن تعتقدوا بأن هذا عبارة عن دالة تحويل حيث أن ما نفعله هو اختيار متجه ما من المجموعة Rn وماذا يساوي حاصل ضرب المصوفة A في المتجه X فلو كتبنا المتجه X هنا بجوار المصوفة A بهذا الشكل على أن يجتمل المتجه X على X1 X2 وصولاً لXn لأنه يوجد للمصوفة N من الأعمدة والآن يمكن إعادة كتابة المصوفة كX1 مضروبة في V1 زايد X2 مضروبة في V2 وصولاً حتى Xn مضروبة في Vn أي أنه لدينا هنا مجموعة مجموعة متجهات العمود هذا حيث أن كل من متجهات العمود هذا V1 V2 وصولاً إلى Vn إلى أي مجموعة 2 تمون وكما ترون أن المصوفة A هذه M في N أنه يوجد للمصوفة M من الصفوف أقصد أنه سيكون لكل من متجهات العمود هذه العدد M من المدخلات وبالتالي فإن جميع هذه المتجهات العمود عبارة عن عناصر في المجموعة RM إذن لو أخذت تركيبة الخطية لكل من هذه المتجهات سنحصل على عنصر آخر في المجموعة RM وهذا يعني أن ناتج حاصل ضرب حاصل ضرب المصوفة A في المتجه X عبارة عن عنصر في المجموعة RM أعني متجهاً آخراً وبالطبع عند ضرب المتجه X في المنصوفة A فهذا يعني أنني أقوم بتحويل من RN إلى RM وكما ترون فإنني أتحدث بصورة عاملة هنا أي أنه قد تكون قيمة N تساوي 3 أو 5 وبالتالي سيكون لدينا هنا عنصر محدد في المجموعة RN والذي سيتم تحويله إلى عنصر آخر في المجموعة المقابلة وهي RM وليكن هذا العنصر حاصل ضرب المصوفة A في المتجه X ولو قلنا أن حاصل ضرب المصوفة A في المتجه X تساوي B فهذا يعني أن هذا العنصر حاصل ضرب المصوفة A في المتجه X الموجود في المجموعة RM عبارة عن B وعلى أي حال هذه عبارة عن دالة التحويل الذي توصلنا إليها وهذا بالتأكيد يتناسب مع مصطلحات فيما يعرف بالتحويل من مجموعة لأخرى إلى أن ما توصلنا له هنا قد يكون غير كاف لأن كل ما رأيناه كان بهذا الشكل أي أنه عند القيام بتطبيق دالة تحويل ما اعتدنا أكتبتها بهذا الشكل دالة التحويل T للمنتجهات X1 وX2 وصولا إلى Xn وهذا الناتج ساوي العدد M من العناصر ولكن ما هي العلاقة بين حاصل ضرب المصوفة A في المتجه X ولتكن المدخلات هذه المصوفة 2 سالب 1 ثلاثة 4 والآن سأعرف دالة التحويل ولتكن تحويلا من المجموعة R2 إلى مجموعة R2 كما أنني سأعرف دالة التحويل T لأحد المتجهات X على أنها تساوي المصوفة B مضروبة في المتجه X والآن ماذا تساوي هذه المعادلة؟ ستساوي المصوفة B المكونة من 2 سالب 1 ثلاثة 4 مضروبة في المتجه X والمجتمل على X1 وX2 والآن ما الناتج؟ الناتج عبارة عن منتجه في المجال المقابل R2 حيث يتم ضرب الحد الأول وهو 2 ضرب X1 مع العلم أنه ما يقوم به الآن هو تعريف عملية ضرب المسوفة في المنتجة ومرة أخرى 2 مضروبة في X1 زائد سالب 1 مضروبا في X2 أي سالب X2 أي أن الصف الأول مضروبا في المنتجة الموجود لدينا ثم نضرب الصف الثاني بالمنتجة ذاتي أي 3 مضروبة في X1 زائد 4 مضروبة في X2 وأعتقد أن هذا شكل المسوف الذي اعتدتم رؤيته كما يمكن إعادة صياغة دالة التحويل هذه كدالة التحويل T للمنتجة X1 X2 يساوي 2X 1-2.3X1 زائد 4 X2 وأمل أن تكون قد أدركتم أن عملية ضرب المسوفة في المنتجة تتخذ شكل تحول مألوف وبمعنى آخر هذه المعادلة الموجودة هنا تعد كطريقة أخرى لكتابة دالة التحويل هذه التي أشير إليها والسؤال الآن علما بأنني أخبرتكم إجابة المعادلة التي أحيطها هو هل عملية ضرب مصوفة في المنتجة سيعبر دائما عن تحويل خطي؟ ما هم الشرطين لجعل عملية ضرب المصوفة في المنتجة عبارة عن تحويل خطي؟ حسناً نعلم أن مجموعة ناتجة تطبيق دالة التحويل على المنتجة النتجة عن إضافة المتجهين A و B يجب أن يساوي مجموعة تحولاتهم وكما تعلمون أن ناتجة تطبيق دالة التحويل على المنتجه A مضافاً إليه ناتجة تطبيق دالة التحويل على المتجه B وشرط الثاني ينص على أن ناتجة تطبيق دالة التحويل على أحد مضاعفات المتجه يجب أن تساوي أحد مضاعفات التحويل وهذه هي الشروط لتكون عملية ضرب المصوفة عبارة عن تحويل الخطي والآن دعونا نرى إنما كانت عملية الضرب تنطبيق على الشرطين أتذكر أنني نوهت لهذه الأمور فيما سبق حيث أنني إخبرتكم يجب عليكم إثبات ذلك حيث أنني افترضت أنكم على دراية بما نقوله هنا ولكن سأوضح لكم مرة أخرى هنا لأنني أشعر أنه علي تبيان ذلك ولو لمرة واحدة لكم إذن لو ضربنا نصوفة A في أي متجة X ولنقول أن هذه المصوفة تساوي وقبل ذلك دعونا نقول أن هذه المصوفة M في N وكما تعلمون أنه بإمكاننا كتابة أي مصوفة على شكل مجموعة من متجهات العمود وبما أنه سيكون لهذه المصوفة العدد N من متجهات العمود وسوف تتكون مما يلي V1 V2 وصولا حتى VN ولكل من هذه الأحمدة سيكون لدينا N من المدخلات أي الصفوف ثم نضرب هذه المصوفة في X1 X2 وصولا حتى XN وأعتقد أننا رأينا ذلك مرارا وتكرارا من قبل وبالتالي من خلال تعريف ضرب المصوفة في المتجة فإن حاصل ضرب المصوفة في المتجة يساوي X1 مضروبة في V1 أي هذا الكمية القياسية هذه مضروبة في المتجة الأول زائد X2 مضروبة في V2 وصولا إلى XN مضروبة في VN وكما رأيتم أننا توصلنا إلى هذا من خلال تعريف ضرب المصوفة في المتجة فضلا عن أنني قمت بهذه الخطوة في مستهل الفيديو كما أن هذا المتجة الناتج من عملية الضرب سوف ينتمي إلى المجموعة RM أي سيكون له العدد M من المدخلات والآن ماذا سوف يحدث لدينا عند ضرب المصوفة M في N في مجموع المتجهين A وB إذن المصوفة A مضروبة في مجموع A زائد B سيساوي A1 زائد B1 A2 زائد B2 وصولا حتى AN زائد BN وكما تلاحظون أنني لا أقول هنا المصوفة A زائد B وإنما أقول المصوفة A مضروبة في B وينبغي علي أن أضع علامة الضرب هنا ولهذا هذه عملية ضرب المصوفة في المتجة وهي ليست صيقة جديدة لضرب المصوفة ضربا قياسيا ولكنها نفس عملية الضرب التي توصلنا لها هنا وبالاعتماد على ما أخبرتكم إياه في الأعلى هنا وأخبرتكم إياه مرارا وتكرارا فيما سبق ستكون عملية الضرب هذه مساوية لـ A1 زائد B1 مضروبة في العمود الأول من المصوفة A وهو عبارة عن هذا المتجة B1 وكما قلت أن المصوفة A البرتقالية هي نفس نظراتها الأرجوانية السفلية ومرة أخرى A1 زائد B1 مضروبة في المتجة B1 زائد A2 زائد B2 مضروبة في B2 وصولا إلى AN زائد BN مضروبة في VN وكل ما فعلته هنا هو أنني استبدلت المدخلة X1 في المتجة البرتقالي هذا بـ A1 زائد B1 وهكذا أي أن X1 هنا تم استبدالها بـ A1 زائد B1 أي أن هذه المعادلة الأرجوانية تكافئ المعادلة الصفراء هذه وبناء على حقيقة أن حاصل ضرب المتجة في الكمية القياسية يتميز بالخاصية التوزيعية فعند إذ يمكننا القول أن هذه المعادلة تساوي A1 مضروبة في V1 زائد B1 مضروبة في V1 زائد A2 مضروبة في V2 زائد B2 مضروبة في V2 وصولا إلى زائد AN مضروبة في VN زائد BN مضروبة في VN والآن إذا أردنا وضع هذه الحدود في مجموعات أي وضع جميع حدود A مع بعض سيكون لدينا هنا A1 مضروبة في V1 زائد A2 مضروبة في V2 وصولا حتى زائد BN مضروبة في VN وهذه الصيغة التي توصلنا لها هنا مكافئة للصيغة التي تقع أعلاها حيث أنه كل ما قمت به هو أنني جمعت حدود A وحدود B مع بعضها البعض والآن ماذا تساوي هذه المعادلة؟ وبالتالي هذه المعادلة ستساوي A التي تشير إلى المصروفة مضروبة في A1 A2 وصولا إلى AN وهذا المتجه كان عبارة عن المتجه A والآن ماذا تساوي هذه المعادلة؟ ستساوي زائد كما تعلمون أن هذه الحدود تعبر عن عمدة المصروفة A وبالتالي ستساوي زائد المصروفة A مضروبة في المتجه B المكون من B1 B2 وصولا إلى BN وهذا مرة أخرى عبارة عن المتجه B وكما أوضحت لكم للتو أنه تم جمع جميع المتجهين الموجودين لدينا وهم A و B ثم أقوم بضربهم في المصوفة فهذا سيكون مكافئة لضرب كل من هذه المتجهات في المصوفة أولا ثم جمعهم وهذا ينطبق على أي مصوفة من نوع M في N والآن انتهينا من إثبات أن عملية الضرب تحقق الشرط الأول الذي أحيضه باللون الأخضر وماذا عن الشرط الآخر والذي قد يبدو أكثر وضوحا حسنا سنقول أن لدينا هنا المصوفة أي مضروبة في المتجه A أو بشكل أفضل يمكننا كتابة أن المصوفة A مضروبة في المتجه C A يتم ضرب المتجه هنا في الكمية القياسية أولا وهذا سيساوي المصوفة A والتي قمنا بتحديد أعمدتها سابقا وتتكون من القيم التالية V1 V2 وصلا إلى VN وهذا هو شكل المصوفة A الموجود لدينا ثم كيف سيبدو حاصل ضرب القيمة القياسية في المتجه C A حسنا يمكننا ضرب أي الكمية القياسية C في كل من القيمة المصوفة A وينتج لدينا C A1 C A2 وصلا إلى C A N والآن ماذا سيساوي هذا أعتقد أنكم تعلمون ما الذي سينتج معنا هنا فقد رأينا مثل هذه الخطوة مرات عديدة من قبل إذن الناتج سيساوي C A1 مضروبة في المتجه V1 V1 زائدا A2 V2 وصلا حتى VN EN والآن ماذا تساوي هذه المعادلات كما تعلمون أن المعادلة التي وضعت خطة أسفلها هي المصوفة A مضروبا في المتجه A والذي نرمز له بحرف A بالحروف الصغير وهو هذا المتجه الذي أشير له والمكون من A1 وA2 عبارة عن المتجه A كما أن هذه المعادلة التي توصلنا لها في الأسفل ها هنا تساوي المعادلة التي تقع أعلى منها وكما أضحت لكم أنه لو تم ضرب المصوفة في المتجه ما بعد ضربه في قيمة قياسية سيكون الناتج مكافئة لحاصل ضرب المصوفة في المتجه أولا ثم القيام بضرب الناتج في القيمة القياسية وبالتالي فإن حاصل ضرب المصوفة في المتجه قد حقق الشرط الأول حول التحويل الخطي والشرط الثاني حول الضرب في قيمة قياسية ما وبالتالي فإن الخلاصة الهمة هنا تفيد بأن حاصل ضرب المصوفة بالمتجهات دائما ما يكون تحويلا خطيا وهذا هو الجانب الأول من الخلاصة التي توصلنا لها هنا ولكن في الفيديو القادم سأثبت لكم أن أي تحويل خطي يمكن تمثيله من خلال ضرب المصخوفة أو أن أي تحويل لأي متجه من ممكن كتابته وحسب اعتقادي كحاصل ناتج ضرب المتجه في المصخوفة وبالمناسبة وحاولوا الربط ما لدينا هنا بالحياة اليومية لدينا فعلى سبيل المثال ربما أنك تتعامل مع الأكس بوكس والعب سوني وما شابه التي تحتوي على برامج الرسومات الثلاثية الأبعاد والآلية التي تقدم بها البرمجيات هذه البرامج التي بموجبها يمكننا رؤية الأشكال من مختلف الزوايا على سبيل المثال قد يكون لدينا هناك مكعبا ولو أردنا تحريك هذا المكعب قليلا فعندئذ سيبدو المكعب بهذا الشكل ويتم لفه بهذا الشكل كما أننا قد نتحرك للأعلى وللأسفل في هذه البرامج فهذه الأشكال والصياغ ككل في هذه البرامج عبارة عن دوال تحويل المصخوفات وفيما بعد سأسلب في الحديث عن هذه المسائل فهذه الأشكال ككل عبارة عن دوال تحويل المتجهات وفيما بعد سأتحدث بالتفصيل عن هذه المسائل ومرة أخرى فإن هذه الأشكال والمسائل تمثل عمليات ضرب المصوفات في المتجهات والآن فجميع هذه البرامج الخاصة بالألعاب ثلاثية الأبعاد التي تلعبها على إكس بوكس أو بلاي ستيشن تعبر فقط عن عمليات ضرب المصوفات في المتجهات وهذا ما سنتطرق له في الفيديو القادم حيث أن جميع معالجات الرسومات مبرمجة للقيام بعمليات ضرب المصوفات وبالتالي في حال كان لدينا نوع ما من وحدات المعالجة المركزية فيجب علينا برمجة هذه الوحدة حول كفية ضرب المصوفات ولكن لو كنت أتعامل مع إكس بوكس أو ما شابه علما بأن 99% مما أقوم به هو لف هذه المجسمات المجردة وعرضهم في طريقة محولة فعندئذ ينبغي أن تتكون هذه الأجهزة لدينا هنا شريحة خاصة وهي بدورها تقوم بضرب المصوفات وهذا ما يقوم به معالجات الرسومات هذه أو فيما يعرف بمحركات الرسومات في الواقع